موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود منذ قيام القوات الأمريكية بحملتها العسكرية واحتلالها أفغانستان مع جيوش حلفائها بعد أحداث 11 سبتمبر من العام 2001 وآلة الحرب الأمريكية بحق الشعب الأفغاني لم تتوقف غير أن هذا السجل الأسود الذي قرب على العشر سنوات لم يجد بعد من يسجل أحداثه أو يحصي جرائمه لا سيما الضحايا من المدنيين العزل من النساء والأطفال والشيوخ حتى أن مجرم الحرب الأمريكي كما وصفه كثير من المراقبين وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد قال نحن طبعا لا نقوم بإحصاء القتلى من الأعداء لأن الموت يشجع على تكوين رؤية كئيبة حول الحرب وكأن الحرب في نظر هؤلاء ليست سوى متعة تماما كما وصفها الجنرال جيمس ماتيس الذي عينه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في يوليو من العام الماضي رئيسا للقيادة العسكرية الوسطى التي تضم أفغانستان والعراق وأسيا الوسطى والشرق الأوسط خلفا للجنرال ديفيد بيتريوس حيث قال الجنرال ماتيس في محضرة ألقاها في مدينة سنديجو الأمريكية في العام 2005 عن الأفغان حينما تذهب إلى أفغانستان وتجد أناسا يصفعون النساء لأنهن لا يرتدين الحجاب تجد أن إطلاق النار على هؤلاء الرجال متعة رائعة سأقاتل مع جنودي هناك لأن قتال هؤلاء في الحقيقة أمر مسل للغاية من الممتع أن تقتل بعض الناس أنا أحب العراق هذا ما قاله الجنرال ماتيس وهو نفسه نفس الجنرال الذي قاد الحرب القذرة ضد مدينة الفلوجة وأحرقها على أهلها في العام 2004 وكان قبلها قائدا لقوات المارينز في العراق في حرب العام 1991 وقال لجنوده وهو يستحثهم على قتل العراقيين من مهم كل جندي من قوات المارينز أن يقتل عراقيا ويرسل رأسه إلى أمه في منزلها وقال لهم أيضا تعاملوا باحترافية وكونوا عازمين على قتل أي شخص تواجهونه مجرم الحرب هذا حسب وصف المراقبين أيضا هو الذي يرأس القوات التي تمارس القتل في أفغانستان والعراق منذ ما يقرب من عقد من الزمان ولنا أن نتخيل حجم الجرائم التي يمكن أن ترتكب من قائد يستمتع بقتل الناس في هذه الحلقة نحاول أن نسجل للتاريخ شيئا من هذه الجرائم حتى يأتي جيل يعرف ما الذي حل بهذه البلاد إذا كان الأمر قد وصل بهذا الجيل إلى حد عدم المبالاة أو الاهتمام بما تحصده آلة الحرب الأمريكية كل يوم من ضحايا ضيفي هو خبير القانون الدولي الدكتور محمود المبارك ولد في الإحساء شرق المملكة العربية السعودية عام 1960 حصل على الباكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود في الرياض عام 82 وعلى الماجستير في السياسات المقارنة من جامعة مارشل في الولايات المتحدة عام 85 ثم على درجة أخرى للماجستير في العلاقات الدولية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة عام 94 ثم على درجة الدكتورة في القانون الدولي من جامعة ريدنغ في بريطانيا عام 98 يعمل الآن أستاذا للقانون الدولي في جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية عضو في العديد من جمعيات القانون الدولي ويكتب بانتظام حول قضايا الأمة السياسية والقانونية ولمشاهدين الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا على أرقام يهواتف البرنامج التي ستظهر تبعا على الشاشة دكتور مرحبا بك حياكم الله لو سألتك في البداية ما هي جرائم الحرب الأساسية التي ترتكبها القوات الأمريكية وقوات الناتو في أفغانستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في الواقع أن ما تقوم به القوات الأمريكية وقوات الناتو في أفغانستان هي جرائم من الوزن الثقيل في معنى القانون الدولي ولا يمكن لنا في مثل هذه العجالة أن نحصيها فضلا عن أن نفصل فيها واقع الأمر أن القوات الأمريكية وقوات الناتو منذ أن قدمت إلى أفغانستان ارتكبت ما لم تفعله أمة بأمة في التاريخ البشري المقروء والمسموع والمعروف إلى هذا الحد نعم بل قد يكون ما لا يخطر على بال ليس فقط ما ليس موجود وإنما ما لا يخطر على بال يعني ما فعله السوفيت أثناء احتلالهم لأفغانستان طوال أحد عشر عاما يفوق بكثير ما فعله الأمريكيون الآن منذ العام واحد وتتعين وحتى الآن في أفغانستان ما فعله الأمريكان في أفغانستان أنسى كل ما قبله يعني الأمريكيون ومعهم قوات الناتو حين قدموا إلى أفغانستان لاحقا عملوا في أفغانستان ما لو ربما أردنا أن نضع خطة ونفكر ماذا يمكن أن نفعل بأمة معينة لكي نلقينها كل الدروس الصعبة التي لا يمكن أن تنساها لم نصل إلى هذه الأفكار التي قام بها الأمريكان لو أردنا أن نقف على الجرائم الأساسية التي ارتكبها الأمريكان والتي تقول أنها غير مسبوقة في التاريخ أن تفعل أمة بأمة ما فعله الأمريكان بالأفغان في الواقع أن الجرائم التي تقوم بها القوات الأمريكية وقوات الناتو ربما نقسمها إلى قسمين القسم الأول هو جرائم ظاهرة هذه جرائم مواضحة تتناقلها وسائل الإعلام وترتكب بشكل يومي من قبل القوات الأمريكية وقوات الناتو لو أردنا أن نعدد هذه الجرائم الظاهرة أولا أول جريمة وأخطر جريمة هي كانت جريمة العدوان التي قامت بها الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة غزت دولة حرة مستقلة عضو في الأمم المتحدة والولايات المتحدة ملزمة بمثاق الأمم المتحدة لا تغزو دولة أخرى في موجب المادة 2 أربعة عدم استخدام القوى المسلحة ضد أي دولة أخرى فقامت الولايات المتحدة بغزو لدولة حرة مستقلة بدون الحصول على إذن من مجلس الأمن وليست حالة دفاع عن نفس كما تزعم الولايات المتحدة حتى لو مقاومة للإرهاب لا الإرهاب أمر مختلف تماما هذا ليس إرهابا ما تعرضت له الولايات المتحدة في 11 سبتمبر من العام 2001 لا يسمح لها بأن تقوم برد العنواد العدواني الذي ارتكب ضدها كما قال المسؤولون الأمريكيون الحق الذي يعطيه القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة في الردة الفعل التي ينبغي أن تقوم بها البولايات المتحدة هي بموجب المادة 2-3 وبموجب المادة 33-1 من مثاق الأمم المتحدة والمواد الأخرى ذات الصلة التي لا تشمل استخدام القوى المسلحة إلا في حال الحصول على تفويض من قبل مجلس الأمن ولم يحصلوا عليها لكن الولايات المتحدة حصلت على ما يسمى بتفويض لمحاربة الإرهاب بشكل عام وليس لأجل غزو دولة أخرى غزو دولة أخرى هذا يحتاج إلى تفويض مخصص كما صنع في العراق عام 1990 لما حصلت الولايات المتحدة والقوات المشاركة في إخراج القوات العراقية من الكويت حينئذ كان قرار مجلس الأمن إذن الجريمة الأولى هي العدوان واحتلال لدولة أخرى حرة ومستقلة والاحتلال الذي تبع العدوان هو كذلك جريمة جريمة منفصلة عن العدوان بالتأكيد يعني عندنا الآن العدوان ثم الاحتلال هذا صحيح نعم ومنذ 7 أكتوبر 2001 منذ أن بدأت الولايات المتحدة بإطلاق قنابلها وصواريخها على أرض أفغانستان والمجازر ترتكب وهدموا البيوت الآمنة تعرضوا حتى المدنيين لم يعني يألوا جهدنا في استهدافهم وصلوا حتى الأطفال اختطفوهم طيب حتى يكون يعني رصدنا لهذه الجرائم رصدا علميا ومسلسلا قلنا أن الجريمة الظاهرة قلت أنت أن هناك جرائم ظاهرة معنى ذلك أن هناك جرائم غير ظاهرة أيضا نعم 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 نحن في إطار الحديث عن الجرائم الظاهرة الجريمة الأولى هي العدوان الجريمة الثانية هي الاحتلال هي الاحتلال نعم لأن الاحتلال يجب أن ينتهي وجود القوات الأمريكية وقوات النيت وفي أفغانستان لا بد أن ينتهي الاحتلال يعني يجوز أن يكون وقت الحرب فقط بعد أن تنتهي الحرب وهم يزعمون أن الحرب انتهت منذ عام 2001 يجب للقوات المحتلة أن تغادر البلاد لكن الولايات المتحدة أبقت على قواتها هنا ثالثا الجريمة الثالثة الجريمة الثالثة هي جريمة خطيرة للغاية في القانون الدولي تسمى جريمة الإبادة الولايات المتحدة قامت بجريمة إبادة في أنحاء متفرقة من أفغانستان وهذا ليس سرا ربما لم يكن معلوما في وقته ولكن تبين لاحقا من خلال الصحفيين المرافقين الذين يسمون في القانون الدولي المرافقين تحت إمرت القوات الأمريكية ومن معهم وهؤلاء رصدوا كثير من المخالفات القانونية الدولية بعد هذا أفصحوا عنها نشروها نشروها من هذا على سبيل المثال أضرب لنا أمثلة أعطيك مثال مثال فيديو عرضه شخص بالاسم جيرمي دوران الفيديو يحمل العنوان أو قاكلة الموت بالضبط هذا الفيديو من أخطر ما عرض من الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة لأنه في عام 2002 سلم قرابة ثمانية آلاف شخص أنفسهم من من يعتبرون من مقاتلين طالبان أو المحسوبين عليهم للقوات الأمريكية وقوات دوستوم على شرط كم متفاهم عليه وأخذوا منهم ميثاق لفظي تفاهم حسب ما صرحوا باللاحق للصحفيين على أنه توفر خياتهم بمعنى أنهم لا يقتلون ويعادوا إلى أماكنهم وبيوتهم بعضهم أفغان وبعضهم غير أفغان ما صنع بهم الأمريكيون هو أنهم وضعوهم في شاحنات كالبهائم أو ربما حتى أسوأ من البهائم ربما البهائم من يدافع عنهم وبعد هذا حملوا من 200 إلى 300 شخص في شاحنة وعبوا هذه الشاحنات بقرابة ثمانية آلاف شخص ورحلوهم وهذه الشاحنات ليس فيها حتى متنفس الهواء فلما ضربوا وأزعجوا من معهم وقالوا نريد الهواء نتنفس أمر القائد الأفغاني الذي هو تحت إشراف القائد الأمريكي أمر الجنود الأفغان بإطلاق الرصاص على الشاحنات لكي يتنفس الناس ومن خلال إطلاق الرصاص هذا قتل عدد من المهمة هذه الجريمة تعرف تاريخيا باسم مذبحة قلعة جنجي وهي كانت في مذار الشريف وعدد الضحايا حوالي خمسة آلاف تقريباً التي ارتكبت في أفغانستان لأناس كانوا يعتبروا أسرع أريد أن أشير إلى نقطة هامة أن هذا الفيديو هذا الوثائقي فيديو وثائقي عرض في أكثر من خمسين دولة ليس بينها أمريكا بالمناسبة وعرض أمام البرلمان الأوروبي وعرض على البرلمان الأوروبي والبرلمان الألماني ولما رأاه البرلمانيون الألمان دمعت عيونهم بكوا من المناظر التي رأوها مناظر شنيعة لا يتقبل لساني هي تمارس جرائم القتل في أفغانستان هذا صحيح لكن البرلمانيين أثار السياسيون يختلفون عن بعض من يقوم بالمناسبة هذه من الجوع والعطش الذي مر بهم صار يأكل بعضهم بعضاً صار الأحياء يأكلون من الأموات في الشاحنات على فكرة حتى لا نطيل في هذا الموضوع أن تفكرت شيئاً كنت أتأكدت مؤنا عليه أنا سجلت شهادة أحد هؤلاء الناجين القلائل الذين نجوا من تلك المذبحة وسنبثها قريباً إن شاء الله أنا أشكركم شخصياً وأشكر القناة على هذه الجهود وأتمنى من القنوات العربية الأخرى أن يهتموا بهذه الموضوع بدلاً أن يهتموا بسفاسف الأمور يعني لو كانت هذه الجريمة مرتكبة من قبل مسلمين ضد غربيين لا قامت الدنيا ولم تقعد ظلوا يرددون هذا نحن نعمل ماذا فعلوا بالنازيين وصنعهم باليهود لا يزالون يرددون هذه الأسطوانة ونحن أمامنا جرائم تنسي جرائم النازيين باليهود غير هذه الجريمة الجرائم العامة في هذا الإطار الجرائم العامة أنهم القرى التي أبيدت وغيرها القرى وفي المدن طائرات الدرون طائرات التي هي من غير طيار هذه تقصف بالليل والنهار ليس فقط في أفغانستان حتى في باكستان صاروا يستخدمونها يعني في باكستان على سبيل المثال في هذا العام وحده قصفوا أكثر من خمسين مرة أكثر من خمسين رحلة طائرات بدون طيار تقصف في المناطق المدنية هذه الطائرات محرم استخدامها في القانون الدولي في المناطق المدنية لماذا؟ لأنها في المناطق المدنية يكون دنس بمعنى أنها مزدحمة بالسكان لما تضرب فيها العسكريين هذا أمر لكن تضرب فيها المناطق المدنية معناتها الأطفال والنساء وكل من هم مدنيون ليسوا محاربين سيصيبهم هذا الضرر الأمم المتحدة أصدرت تقريرا في 2 يوم الماضي وقالت أن عمليات القتل المستهدف التي ترتكب من قبل القوات الأمريكية على الحدود الباكستانية الأفغانية وحملت الـ CIA المسؤولية لأن الـ CIA هي التي تسير هذه الطائرات لكن الـ CIA ردت بأنهم يمارسون هذا القصف وفق القانون الدولي من خلال معرفتك أنت بالقانون الدولي ما الذي يتيحه القانون الدولي للـ CIA لاستخدام الطائرات بدون طيار وقتل المدنيين على الحدود طبعا الـ CIA مجرمة وتعلم أنها مجرمة والمجرم لا يرضى أن يقال له مجرم أي سارق حتى لو حكمت المحكم عليه في أن سارق لا يرضى أن يقال لا أو يشار إليه أنه سارق أو أنه مجرم فالاستخبارات الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية أيضا هناك ما هو أشنع أخي الكريم نعم رامسفيلد وقت الحرب على أفغانستان في ذروتة في عام 2002 كان تضرب القوات العسكرية المستشفيات والمدارس ولما سئل عن هذا في مؤتمر صحفي وهذا موثق قال ليس خطأنا أن يختبئ قادة طالبان في المستشفيات وفي المدارس حتى اليوم يتهمون قادة حينما يسقط مدنيين يقولون بأن طالبان تستخدم المدنيين كدروع ونحن نستهدف طالب حتى اليوم حتى الحوادث التي حصلت اليوم بينما أريد أن أشير إلى النقطتين اتفاقية جنيف الرابعة تحرم عليهم هذا بمعنى أن الرابعة عام 2014 لا يجوز لهم حتى لو اختبأ المقاتلون بين المدنيين لا يجوز أن يصيبوا المدنيين لأجل إصابة العسكريين هذه واحدة الثانية أن هذه الحجة استخدمت من قبل النازيين في الحرب العالمية الثانية ورفضت في محاكم نورنبرغ وكذلك الإسرائيليون استخدموها في حرب غزة تشابهت قلوبهم يستخدمون نفس الحجة التي استخدمها النازيون قبل ستين عاما هرست بعض القصص أو الأحداث أو ما ذكره بعض الصحفيين حول هذه الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين على اعتبار أنهم يتهمون المدنيين بأنهم يؤون طالبان فيما بينهم طبعا القول والقول الذي يرد عليه كثير جدا في الصحافة الغربية ولكن هناك مواقع مستقلة بمعنى أنها ليست حكومية لا تتبع الحكومة يعني هذه المواقع تأخذ من مصادر هندية وباكستانية وأفغانية ومستقلين هناك صحفيين لهم مراسلينهم يأخذون منها كل هؤلاء يجمعون على أن ما تقوم به الولايات المتحدة وقوات الناتو هي جرائم حرب لا خلافة في هذا ومع ذلك لم تفتح التحقيقات هذه النقطة سأعود لها لكن اسمح لي في هذا الإطار يا دكتور وأنا يعني أقوم بالتحضير هناك قصة من بين عشرات القصص التي قرأتها ولكنها أكثر يعني مؤثرة جدا كتبها الصحف البريطاني مايكل بلاك ونشرت في 23 مارس الماضي عن عمليات القتل التي تقوم بها الناتو العشوائية للأطفال والنساء والبيوت يعني يروي القصة يقول أن العملية تمت في الليل وقامت بها طائرتان مروحيتان أمريكيتان ضد سكان منزل في قرية كراخيل في مقاطعة وردك جنوب غرب كابل ولم يجرأ أحد على الدخول إلى المنزل التي تمت العملية ضده حتى بزوغ النهار وكان المشهد الذي رواه ابن عم صاحب البيت كالتالي لقد تأكدت مخاوفه في اللحظة التي دخل فيها بوابة المنزل عند بزوغ أول خيوط الفجر وجد جثة ابن عمه البالغ من العمر 32 عاما والذي عاد مؤخرا من إجازة من عمله كمهندس وجد جثته هامدة إلى جانب جثة زوجته وجثة ابنه البالغ من العمر سبعة أعوام كانت دم متجمعا في برك على طين الشرفة ذات الشرفة الأرضية الترابية أمام الباب أطلق الرصاص على الزوجة والابن في الرأس ورصاصة لكل واحد منهما أما الزوج فقد نال طلقة في صدره لم ينتهي المشهد كان هناك ناج واحد هو أحد أبناء القتيل وعمره ست سنوات لكن نصف جسمه العلوي كان مليئا بجروح ناجمة عن شزايا قنبلة يدوية هذه الدقة في القتل استكملت بعدم العثور على أي من الطلقات الفريغة التي استخدمت في عملية القتل هذا الصحف البريطاني مايكل بلاك روى هذا المشهد وطبعا هذا مشهد من آلاف أو عشرات الآلاف من المشاهد التي تحدث بشكل يومي في أفغانستان أنا أعجبني ما ذكرته في المقدمة أن كثيرا منهم يعمل هذه الأفعال لأجل المتعة هم يعتقدون أنها متعة وفي العراق كذلك في مجلة فانيتي فير الأمريكية نعم وكانت عملت تحقيقا مع خمسين محارب أمريكي عادوا إلى الولايات المتحدة أثار ضجة نعم هذا التقرير أثار ضجة واسعة للغاية ولم حتى يتفتح التحقيقات في وزارة الدفاع الأمريكية بعضهم قال تجمدت مشاعرنا ولدرجة أننا قال عبثنا بجثة أحد الموتى فيقول أنا أخذت الملعقة ونبشت دماغه وأخرجته ونظرت الكاميرا وضحكت بهذا الأسف هو يروي قصته آخر يقول نحن كنا نظن أن هؤلاء أصحاب البشر الداكنة الذين لا يتحدثون من اللغة الإنجليزية ليسوا من بني البشر ولا نفعل بهم ما نشاء هذا كلام موثق من قبل المخاربين أمريكان في مجلة مجلة The Nation عفوا The Nation عفوا The Nation وليس The Vanity Fair عفوا The Vanity Fair آخر قبل أسبوعين فقط الجنود البولنديين فجروا منزلا في أفغانستان لأجل المتعوى وأثناء التسجيل يقولون واو ما لها من متعة وهذا نشر الآن وبدأ الوزارة البولنديين الآن في التحقيق في هذا الأمر الذي سنرى نعرف نتيجته مسبقا ماذا يساكم بهذا التحقيق الرئيس أوباما الذي يتحدثون أنه يعني يريد السلام هو الذي عين الجنرال ماتيس قائدا عاما للمنطقة يعني التي تضم 25 دولة تقريبا يعني وهذا الرجل رجل ضالع ويستمتع بالقتل وهو الذي قال هذا بنفسه ونقلته عنه كل الصحافة العالمية طوال السنوات الماضية سجله مليء بالسواد والاستمتاع بقتل العراقيين والأفغاني الآن هذا هو الذي يقودهم ما الذي ينتظر من الجنود هذه مكافأة له لأنه يستمتع وهم يريدون أن يعلموا الأمة الأفغانية والعراق وبقية الأمم دروس أننا نحن الجبارون نحن نستطيع أن نفعل ما نشاء فلا تحاربون هذا عقابكم فهذا لم يأتي اختياره عبثا وإنما جاء عن دراسة في قريمة في هذه الحادثة التي رويتها هذه القصة وهو الرصاصات الفارغة يعني الآن أصبحوا يقتلون بدم بارد ويجمعون الرصاصات الفارغة حتى لا يتركوا أثر لكن أنا وجدت التايمز البريطانية في 3 إبريل قالوا أن في حادث قتل فيه عدد من النساء الحوامل كان فيه مرأتين حوامل وقتل معهم أطفال وقتل معهم عجائز وأن القوات الأمريكية أغلقت المنطقة وقاموا بفتح الأماكن التي دخل فيها الرصاص واستخراج الرصاص من اللحم من لحوم هؤلاء حتى يبعدوا عن أنفسهم أي تهم أنهم قتلوا برصاص أمريكي هذه وحدها أيضا أما تعتبر جريمة؟ هذه جريمتان في جريمة الجريمة ذاتها وإخفاء الجريمة جريمتان الجريمة الأولى ارتكاب الجريمة القاتل الجريمة الثانية محاولة إخفاء الجريمة ومحاولة التحايل على القانون لكي لا يكتشفوا في بعض الصور أنت رصدتها والآن هي جهزة أعتقد جرافيكس لأمريكان بعدما قتلوا أحدا يحرقون جثته ويستمتعون بالفرجة أيضا على حرق الجثة صحيح هذه الصورة هذا نوع من ممارسة السادية بشكل لا يستطيع الإنسان هذه الصورة مؤلمة للغاية لدرجة أن الولايات المتحدة الحكومة الأمريكية عملت رصد لمحطات الراديو والتلفزيونات العربية والإسلامية وفي أفغانستان وباكستان والجماعات الإسلامية في خارج الولايات المتحدة ليرصدوا ردة فعلهم الاستخبارات الأمريكية عملت رصد واسع جدا فبعد أسبوع قالوا ما صرت ردة فعل بعد شهر ما صرت ردة فعل فهذه الصورة التي أمامنا الآن الصورة الأولى لجثتين من مقاتلي طالبان قاتلهم الأمريكان بعد هذا أحرقوا الجثث ولكن ليس فقط ذلك قبل أن يحرقوهم واتجهوهم إلى الكعبة إلى اتجاه مكة وهذا شيء من اللي رواه من القصة المروحة الذي رواه الجنود أنفسهم واعترفوا بهذا في التحقيق لوزارة الدفاع الأمريكية والمصور الأسترالي الذي صور هذه الصور ونشرت في التلفزيون الأسترالي أولا ثم بعد هذا نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية ومنها سيئنان ومنها وزارة الدفاع الأمريكية والصورة صورتانة الصورة الأولى قمنا ببثة الأولى وغيرناها إلى الثانية طيب إذن الصورة الثانية هي ربما يبدو شكلهم الأولى يعني فيهم خوف وجل حتى وهم موتى ويحترقون تجدهم واقفين بالرشاشات هذه الصورة الأولى في الصورة الأولى لو تلاحظي أعلى الناس الواقفين فوق بالرشاشات وخوف رغم أنهم يحرقون جثث موتى رغم أنهم يحرقون جثث الموتى وفي الصورة الثانية بدأوا ريلاكس أو مرتاحين بعض الشيء بعد أن تم حرقهم حوادث الاغتصاب أيضا من الحوادث التي يعني هناك شواهد كثيرة لها وإن كان طبعا بيئة محافظة مثل البيئة الأفغانية يصعب فيها الحديث عن عملية الاغتصاب نعم جرائم الاغتصاب خطيرة وترتكب بطريقتين في أفغانستان الطريقة الأولى من قبل الجنود الأمريكان أنفسهم وقوات الناتو والطريقة الثانية عن طريق تجار المخدرات الأفغان لدرجة أن الاستخبارات الأمريكية وهذا قد لا يصدق أنا لو قيل لي ما صدقتها لولا أني قرأتها في المصادر الأمريكية ذاتها ما هو المصدر الذي قرأت في المصدر؟ المصدر الواشنطن بوست لدي الواشنطن بوست بأي تاريخ؟ الاستخبارات الأمريكية في 2008 ديسمبر 2008 26 ديسمبر الاستخبارات الأمريكية توزع وغيرها من المصادر كثيرة كل الصحف اللي روات هذا الخبر بالمناسبة الاستخبارات الأمريكية توزع الفياغرا على تجار المخدرات الأفغان وهم يعلمون أن تجار المخدرات يقومون بعمليات الاغتصاب من باب التشجيع والمكافأة لهم فانظر إلى أي درجة تصل الوحشية وهذا ما أردت الإشارة لأنه لا يمكن أن نتخيل حتى مثل هذه الأمور لو قيل لنا نتخيل هو يعني ليس معنى توزيع الفياغرا أنهم سيقوموا بعمليات الاغتصاب؟ هذا سؤال رائع للغاية ولكن هناك بلاغات لا حصر لها في وزارة الصحة الأفغانية من قبل بنات المغتصبات الذين اغتصبهن هؤلاء المصدعون المخدرات وتجار المخدرات فنحن نعلم فكر الاستخبارات الأمريكية أنهم حين يعطونا لهم هذا هناك لينك يعني هناك علاقة علاقة قوية بين تجار المخدرات وهم مسيطرون تجار المخدرات أيضا من الأشياء فيما يتعلق بحوادث القتل أو بالجرائم الظاهرة قتل المدنيين طبعا إحنا أشارنا لها في بعض القصص والأشياء وقتل النساء الحوامل نعم صحيح والصحفيين نتذكر أن القوات الأمريكية أول ما دخلت أفغانستان توجهت إلى موقع الجزيرة وقصفت نتذكر هذا جيدا لا ننساه وهذا محرم بموجب اتفاقية جينيفة الرابعة رغم أن الإحداثيات سلمت لهم حتى لا يهجم هذه المواقع وعرفوا أنها موقع صحف وهم يعلمون هم جاءوه قصدا جاءوه قصدا ورصدا ولأجل هذا قصفوا موقع الجزيرة انتقاما لأن الجزيرة فقط كانت تسمع الرأي الآخر بغض النظر أن نتفق أو نختلف معه ولعل الزميلين تيسير علوني وسامي الحاج أيضا نال عقابا شديدا لتغطيتهنا ويتيسير علوني لا يزال ملاحق يعني أطلق الله صراحة بسبب تحت الإقامة الجبرية نعم يكمل مدته يعني فقط لفهم جسامة هذا الموضوع وحقيقة أمره نتذكر ونقارن أن صدام حسين حوكم وأعدم بتهمة جريمة الإبادة فيما قيل إنه قتل مائتين واربعين شخص ونحن نعلم أن الولايات المتحدة قتلت عشرات الألاف في أفغانستان الرئيس البشير أيضا يطالبون بمحاكمته بنفس التهمة نعم أما تكفي هذه الأدلة الآن الموجودة في أفغانستان لكي يطالب بمحاكمة المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائحة المدعي العام يرى ويسمع ما نراه ونسمعه وهو بموجب المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يستطيع أن يبدأ التحقيق من ذاته لا يحتاج أن يحال إليه من المحكمة أو من دولة عضوه أو من مجلس الأمن هو يستطيع أن يبدأ التحقيق التحقيق بعد هذا يوحيل إلى القضاة ولكن هو لم يتحرك يعني لعله مشغول بالدفاع عن نفسه لأنه تهم وصدر في حق حكم أيضا وغر أكثر من 150 ألف جنيه سترليني بسبب خرقه لقوانين المحكمة لأنه فصل المتحدث الإعلامي باسمه لأنه تحدث عن قضيحته الجنسية أوكامبو تقصد؟ أوكامبو أنا أقصد أوكامبو لغير فهو إذن أوكامبو نعرف أنه رجل قانون كما قال عنها جوشوا روزنبرغ في مجلة الغاردين وهو يهودي لا يمكن أن يتهم بأنه منحاز إلى المسلمين لكنه منصف تكلم عن أوكامبو قال هذا أصلا ليس مؤهل وهذا يعني يلعب بالقوانين هذا ما قال عن روزنبرغ في مجلة الغاردين فإذن أوكامبو أوكامبو عفوا هو يعلم بالمناسبة في عام 2006 قدم إلى 240 طلب من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات قانونية دولية لأجل قبول دعوة ضد الولايات المتحدة والقوات الأمريكية والقوات البريطانية في العراق فرفضها بالكامل عمل الرد من قرابة عشر صفحات والرد موجود على موقع المحكمة في أن هذه الجرائم أحد أمرين إما أنها لا ترقى إلى كونها جرائم جسيمة كما يسميها لا يتعتبر مثل ما قال أو قال هذه لا تعضدها الأدلة وهذا شيء مضحك أنها لا تعضدها الأدلة ونحن نعلم كما يعلم هو أن هذه الجرائم مدعومة بالشهود كل ما عليه أن يستدعي شهوده ولم يذهب إلى السودان ولكن استطاع أن يتهم البشير رغم أن لا طيب الآن قلت أن هناك جرائم أخرى غير ظاهرة أو باطنة أريد أن أشير نقطة قصيرة عفوا على قضية المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة لا تريد من العراق ولا من أفغانستان أن تنضمها إلى المحكمة الجنائية الدولية ونحن نعلم أن الولايات المتحدة تستطيع أن تأمرهم مجرد أمر أو إشارة وهي غير منضمة أصلا بالتأكيد هي لم تنضم ولكن أنا أقول لعراق وأفغانستان لأن الولايات المتحدة تطلب من الدول العربية بالليل والنهار أن تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية لكي تبقى ورقة ضغط قانوني كما هو التهديد العسكري نأتي للجرائم الباطنة الجرائم الباطنة الجرائم الباطنة هي أخطر من الجرائم الظاهرة يعني كل ما علمناها قبل قليل من هذه الجرائم الظاهرة من إباء جريمة إبادة وحرق للجثث واغتصاب وقتل المدنيين وصعب كل هذا خطير جدا ولكن هناك ما هو أخطر منه الذي أخطر منه هي الجرائم التي لا يتناولها الإعلام العالمي وهي معلومة لدى كثير منهم ولكن الإعلام يخشى من الحديث عنه ما أهمها؟ أهمها جريمة حماية وتجارة المخدرات في أفغانستان التي تقوم بها القوات الأمريكية هناك اتهم للقوات الأمريكية فعلا بهذا الأمر من أطراف مختلفة يعني مثلا الكاتب الأمريكي كليس فرود نشر في أغسطس 2009 أن حرب أمريكا في أفغانستان لا تستهدف سوى المخدرات والنفط فيكتور إيفانوف مدير الهيئة الفدرالي الروسية انتقد الولايات المتحدة في 28 مارس الماضي وقال إن أمريكا تشجع زراعة الأفيون في أفغانستان لكن هل من أدلة على هذا الأمر؟ طبعا هناك جبال من الأدلة هناك جبال من القراءن الموثقة التي تشير إلى تورط القوات الأمريكية وقوات النيتو في تجارة وإبقاء زراعة طبعا لا أقول زراعة لأن الذي يزعها هم الأفغان نحن لدينا بعض الصور لقوات الأمريكية موجودة لكن هل هذا يكفي ليكون دليلا على أن هؤلاء موجودين هنا لحماية مزارع الأفيون والمخدرات؟ نرى بعض الصور التي تتعلق بزراعة الحشيش هؤلاء قوات أمريكية هذه قوات أمريكية في هذه الصورة وهم يتجولون وربما يأخذون لو تلاحظ معهم شنط كما يقول التعليق في يدهم شنط ربما يعبونها من هذه المحصولات طبعا هذه في مارجة لما دخلت القوات الأمريكية وقوات النيتو في مارجة في فبراير الماضي لم يجدوا طالبان وعداءهم الذين حدثوا فطلبوا من القوات النيتو والأمريكية أن تبقي على المحاصيل الزراعية وتأخذ المهوة في المستودعات الصور التي بعدها؟ الصور التي بعدها برافكس؟ الصور التي بعدها هذا أيضا جنود أمريكان مع المزارعين الأفغان وهم يحصدون وهذه صورة ثالثة أيضا برشاشاتهم يتجولون في هذه المزارع أيضا وقالت كل الصحف التي نشرت هذا الخبر من الويترز إلى الاسوشييتد بريس إلى النيويورك تايمز إلى الصورة الأخيرة الـ AFP كل هذه المصادر قالت بأن القوات النيتو وقوات الأمريكية أمرت جات أوامر وهذا أيضا جندي أمريكي مع طفل أفغاني شوف أنا يعني غطيت الحرب الأفغانية وكنا نمشي ساعات وأيام في هذه المزارع لكن ليس معنى المسجي فيها أن هذا الجندي موجود حتى يحمي تقارة المخدرات طيب إذا قبلنا هذا الزعم فكيف نقبل أن القوات الأمريكية جاءت لتدمير المخدرات ولم تدمرها وأنها أمرت حسب ما قالت المصادر ما مصلحة الولايات المتحدة في رعاية زراعة المخدرات في أفغانستان؟ أما مصالحها كثيرة مصالحها أولا أول وأكبر مصلحة أنها مادة مال أنها تبيعها وتستخدمها وكالة الاستخبارات الأمريكية في مشاريعها العمليات القادرة يعني العمليات الوسخة التي لا تستطيع معنهم معنهم ميزانيات لا يعلم بها إلا الله وحفن من اللصوص في الـ CIA لكن مع ذلك هم يريدون أموال أكثر ويقومون بعمليات لا أول لها ولا آخر أيضا نتذكر أنهم غزوا دولة كاملة سمت دولة بانما ننسى في عام 1989 بحجة أن بانما تصدر المخدرات إلى الولايات المتحدة وهم الآن يأتون إلى أفغانستان ويرون المحاصيل ويتركونها كما هي عليه أفغانستان حصلت على جائزة الأمم المتحدة في مخاربة المخدرات في أيام حكم طالبان وهذه شهادة لا خلافة حولها وبعد هذا اليوم أفغانستان تصدر 90% من الأفيون في العالم يأتي من أفغانستان زميلنا ولي الله شهين اتصل الآن وقال أن آخر حوادث قتل المدنيين هو أن ستة من الأطفال الأفغان قتلوا اليوم من قبل قصف من قوات النات والقوات الأمريكية حينما كانوا يجمعون العنب في أحد الحقول نعم وهذه جريمة أخرى تسجل أنا أريد أن أشير إلى أن تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة هذه تهم قديمة جدا وهناك شخص اسمه مايك روبرت هذا ضابط استخبارات أمريكي قابل رئيس الاستخبارات الأمريكية في محاضرة ألقاها على الملأ في لوس انجلوس أيام كلونتن وشهد بشهادته وشهادة مسجلة وموجودة في موقعه وفي يوتيوب وقال أنا ضابط استخبارات سبق أن حصلت على إغراءات من الاستخبارات الأمريكية عن ضابط عفوا لمكافحة المخدرات وحصلت على إغراءات للعمل معهم في تهريب المخدرات وطائرات الاستخبارات الأمريكية تنزل بالمخدرات في الأراضي الأمريكية في كل مكان قال هذا أمام الملأ هناك كتب كثيرة كتبت وكتبها وكتب كثيرة لا حصل علىها في مجالتنا هذه لن نستطيع أن ندرك هذا كله ماذا أيضا من الجرائم الباطنة غير المخدرات؟ طبعا حميد كرازاي معلوم أنه أخو الرئيس كرازاي من أكبر لورز للمخدرات تجار المخدرات في أفغانستان وهو على حسب ما نشرت نيويورك تايمز في أكتوبر الماضي هو على قائمة المدعومين من الاستخبارات الأمريكية السل المراتب الشهري ويوم الخميس الماضي فقط نشرت نيويورك تايمز أيضا أن عددا من أبناء عام رئيس كرازاي من تجار المخدرات هم على البيرولز أو من من يدفع لهم من قبل الاستخبارات الأمريكية هناك بعض أشقاء الرؤساء أيضا متهمين في هذه الأشياء ويبدو أن تجارة المخدرات تصل إلى رؤوس كبيرة في أنحاء مختلفة من العالم يعني أخي أحمد لما اختلفوا لما اختلف كرازاي وقال نريد أن نطرد الشركات الأمنية مثل بلاك ووتر وما إليه وغضبت أمريكا وصلتت الصحافة أسهمها على كرازاي ما في أحلى من الحرامية لما يختلفون لأنهم يفلحون بعضهم بعض فكرازاي يفضحهم جهة قال بلاك ووتر تعمل اغتصاب وتعمل القتل وتعمل كذا وهم راحوا يتهمون وقالوا أنت تاجر مخدرات وأنت أبناء عمك وصاروا يفلحون بعضهم نعود إلى الجرائم قلنا المخدرات قلنا الأطفال يعني إذن المخدرات يستغلون فيها الأطفال ويستغلون فيها الأفغان المساكين لأنهم يزنعون هذه ويحصلون على فقط ربع قيمتها السوقية و75% من قيمتها يحصل عليها التجار الكبار اللي يوردونها للدول الأخرى وما إليه أفغانستان اليوم من أكثر الدول المصدرة للمخدرات في العالم مع أنها إلى عام 2001 ما كانت تصدر يعني ولا شيء يعني ربما نجحت حراك الطالبان في العام 2001 أنها قضت على النسبة الأكبر من زراعة وتجارة على 24% نعم بينما أفغانستان الآن تعتبر يعني 70% من المخدرات العالمية تخرج من أفغانستان نعم و90% من تصدر الأفيون في العالم يأتي من هذه الأرض من أفغانستان لماذا تصر أمريكا على هذه الحرب؟ الولايات المتحدة تصر على هذه الحرب رغم أنها تخسر وهي تعلم أنها تخسر لأنها لا تستطيع أن تنسحب أريد قبل أن أجيبك ربما أشير إلى نقطة مهمة قبل أن نعرف لماذا تريد الولايات المتحدة الإستمرار في هذه الحرب علينا أن نفهم لماذا أصلا دخلت هذه الحرب الحرب لم تكن إطلاقا لأجل محاربة طالبان كما تزعم للولايات المتحدة أو الاتيام بالديمقراطية والحرية لأنها تعلم أنها لا تأتي بهذا ولا تريد أن تأتي بهذا الحرب في الأصل بدأت لأجل اعتقادات دينية كان يؤمن بها جورج بوش جورج بوش هذا الرجل معتوه وهو معتوه حقيقة رئيس أكبر دولة في العالم أكبر واحد أخذ قرارات غيرت لأجل هذا دمر العالم لأنه كان معتوه وبالمناسبة هذا الكتاب الذي أتمنى أن يقرأه المشاهدون هذا خرج أيام جورج بوش The Faith of George Bush by Stephen Mansfield هذا ذكر فيه أخذ معلومات من الرئيس نفسه وقت ما كان الرئيس وكتب قصة حياته وقصة حياته طويلة منظر منها أمور أنه كان في سابق حياته فاسد وصاحب سكر وعربدة وما إليه ثم بعد هذا أبوه دخل في البرنامج الديني وأخطر الناسهم الذين ينقلبون من أقصى اليسار لليمين أو العكس فالمهم أنه بعد هذا أصبح ملتصق جدا بالفكر الديني والإملاءات والعقول أصبح أنه يعتقد أن الرب يأتي إليه ويكلمه في كل ليلة فهو يقول في هذا الكتاب أن الرب يأتي إليه يعني أنا لما أقول لك أن الرب يأتيني ويكلمني كل ليلة هل ستتضيفني؟ بالتأكيد لا ستقول هذا معتوه هذا الرجل يزعم أن الرب أتاه وقال لا أغزو أفغانستان جيرهارد شرودر في مذكرته قال أنه كان حينما يجلس معه جورج بوش الرئيس كان يحدث بهذا الكلام ويقول له أن الرب يوحي إليه هو بالمناسبة اتصل بجاك شيراك قبل الحرب على العراق بشهرين وقال له خلاص يا جاك احنا عزمنا أن نوصل للعراق وغزو العراق قال له ليه؟ قال له هما موجودين هناك في بابل قال له منهما؟ قال له يأجوج ومأجوج قال له أنا إيش تتكلم؟ قال له أنا أتكلم لك يأجوج ومأجوج موجودين هناك في بابل وجايين بديمرون إسرائيل وهذا الكلام نشر في كتاب لمؤلفة للفرنسي موريس صدر قبل عدة أشهر فقط وهذه الرواية أخذها من جاك شيراك نفسه عنوان الكتاب لو قررت ذلك على مسامعي فلن أصدق أيوة نعم مشهور هذا الكتاب ومشهور جدا فهذا الرجل يزعم أنه يؤمن بالنبوآت الدينية من ضمن هذه النبوآت وهي مهمة للغاية نبوءة لشخص اسمه ميشيل نوستر دومس وهو فرنسي في الأصل ولد في بداية القرن السادس عشر ألف وخمسمية وثلاثة تقريبا ولد وهذا الرجل يعني له قصة طويلة لا يسعى عن الوقت لشرحها لكن بعد فترة من الزمن خرج على الناس بأنه نبي ويتنبأ بشيء ويحدث وثم ألف كتاب خلينا في جورج بوش عشان ما ندخلش في لأن جورج بوش يؤمن بكتابه لأنه في كتاب هذا ذكر الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وسمى هتلر وموسلين والحرب العالمية الثالثة التي يؤمن بها جورج بوش دكتور ما فيش وقت للاستطرات طويلة في الجزئية أنا أريد الآن أن يخرج المشاهد بحصيلة أشياء محددة من وراء هذه الجرائم التي ترتكب الهدف ديني كان من وراء الحرب الهدف كان ديني ولا خلاف في هذا حتى أن بويكن وهو جنرال أمريكي قائد في الجيش الأمريكي يحاضر على مجموعة من المقاتلين في الولايات المتحدة قبل أن يرسلوا يقول لهم أنتم اعلموا أنكم تذهبون تقاتلون باسم الرب وإذا لم تؤمنوا بهذا فلن تنتصروا حتى أن مجلة التايم مجازين الأمريكية خصصت عدد من أعدادها لهذا وسمت The Boykin Affair ووضعت سؤال هل هذه حرب دينية أم حرب ماذا؟ تسمح لي بسؤال من المشاهدين بسام حريري من سوريا سؤالك يا بسام السلام عليكم أحمد وعليكم السلام ورحمة الله يعطيك ألف عركة على البرنامج شكرا سؤالك سؤالي يعني راح يجي شي يوم إن شاء الله اللاجه مصطلح غير مصطلح القانون الدولي هذا ونحنا عارفين كلياته أنه لا يوجد قانون دولي أخ أحمد الشغلة الثانية بالنسبة لشغلة المخدرات اللي بتشرف عليها أمريكا بأفغانستان أغرقت أوروبا بالكامل من موضوع الهوريين وتم خفض السعر يعني جبال من الهوريين عم تشتكي منها روسيا عم طريق الأميركاني عم بيهربوه عم بيشتغلوهم عليها على هالشغلة هاي بيستدوا منهم من نتيجة حرب لما كان الأميركاني يدعموا المجاهدين بأفغانستان فهلا بيستدوا منهم عن طريق المخدرات عن طريق روسيا نعم ويقرقوا أوروبا الغرضية كلها هاي معلومات شكرا لك يا بسام شكرا فاطمة الزهراء من السودان فاطمة مرحبا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كل عام انت بخير كل عام انت بخير سؤالي تحية ليك يا أحمد منصور تستفيد مشاعرنا الإسلامية جدا مع إيقاننا الكامل بيننا هذه حرب صمدية ضد إسلام المسلمين وأنا والله هاول مرة شاهد الصورة والأمريكان واقفين ويحرقوا في الجثث الإسلامية الطاهرة في أرض أغانستان الأبية التحية اليوم من السودان ومن كل السودانيين طالما انهم هم بيشجعوا تجارة المخدرات وبيتعملوا معانا بالصورة الفتاكة لماذا نحن لا نحارب هؤلاء الأمريكان ده الصورة التي تستفز مشاعرنا نحن لماذا نحن نصمت هذه الصورة استفزتني جدا وأنا في السودان مع إيقاني الكامل أن هذه الحرب الصغربية والتحية للدكتورو وأنه في هذا الشعر العظيم ربنا يستفز فينا مشاعرنا لماذا نسمح لهؤلاء ونحن المسلمون لأن لا نقص صفا واحدا ونحارب هؤلاء شكرا لك يا فاطم شكرا هل يمكن أن يحدث يوم ومصطلح القانون الدولي يتغير إلى مصطلح آخر يكون فعلا نافذا على الجميع ويحقق العدالة الدولية؟ نحن نريد المزيد من الالتزام بالقانون الدولي وليس خلاف ذلك هل القانون الدولي فعلا بنصوصه ووضعه؟ لو طبق القانون الدولي لما خسرنا شيء نحن نريد أن نلتزم ونلزم غيرنا المشكلة في الغرب أنه يريد أن يلزمنا ولا يريد أن يلتزم فهذا خلافنا مع الغرب نحن نؤمن بالمبادئ التي يؤمن بها في محيث القانون الدولي عدم الاعتداء وعدم يعني هذه كلها مخالفة للقوانين الدولية أنا أريد أن أذكر الأخ الذي سأل الأول عن المخدرات نعم الويكيليكس نشرت تسريبا لوثيقة أمريكية صادرة من السياي أي من الاستخبارات الأمريكية في مارس الماضي على أن يجب على الولايات المتحدة أن تضغط على الدول الأوروبية التي بدأت تفكر في سحب قواتها من أفغانستان نحن عندنا صورة من هذه الوثيقة وهذه الوثيقة تشير لأن الوقت الآن ضايقنا ولا نستطيع أن نسترسل فيها لكن هذه الوثيقة تنصح الحكومة الأمريكية الآن على الهواء في عمل الضغوط على بالذات فرنسا وألمانيا لأن عندهم من أكثر القوات بعد بريطانيا في أفغانستان وتفكران جديا في سحب قواتهما كما فعلت القوات الهولندية التي أقرب رلمانها سحب قواته من هناك فيريدون أن يضغطوا على ألمانيا بالمخدرات لأن هذا أمر يخيفهم وعلى فرنسا بالحقوق الإنسان ومائلية التي تخيفهم نعم هذه واحدة وثيقة أخرى أيضا للويكيليكس مادمنا في حديث عن الويكيليكس صدرت أيضا قبل أسابيع هي أنه تطرح السؤال ماذا لو عرف العالم حقيقة أن أمريكا هي من يصدر الإرهاب هذه الوثيقة التي نشرت في 25 أغسطس يعني قبل حوالي خمسة أيام وستة أيام هذه وثيقة خبيرة أخرت دقة كثيرة هذه الوثيقة بالضبط هذه من أخطر الوثائق هذه صادرة من قبل الاستخبارات الأمريكية وعليها ختم الاستخبارات الأمريكية كما هو مشاهد يعني يقول ماذا لو عرف العالم حقيقتنا وها نحن نريد أن نري المشاهد حقيقة الأمريكان أنهم هم من يصدر الإرهاب في المخدرات في حق الجثث في مخالفات القانون الدولي في قتل المدنيين في كل هذه الأمور دكتور هل جرائم الحرب تسقط بالتقادم؟ لا تسقط بالتقادم أبدا هناك اتفاقي موقع عليه الولايات المتحدة وكل دول العالم في أن كل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم فالأجل هذا سنحاسبهم ولو بعد ألف عام بإذن الله من الذي ينبغي فعله الآن حتى يتم محاسبة هؤلاء الناس قانونيا الذي ينبغي فعله الآن عدة محاور المحور الأول التوعية ثم التوعية ثم التوعية لابد أن نوعي نوعي المثقفين لكي يوعوا الآخرين نوعي الحكام نوعي الحكومات نوعي عامة الناس لابد أن نوعي الأمم نوعي الغربيين نعمل جاهدين يعني في حرب غزة الجزيرة الإنجليزية مشكورة نقلت صور التي لم تنقلها البي بي سي أو المحطات الغربية وهذه حركت الشوارع في أوروبا كلها نقل المعلومة عامل مهم جدا نحن اليوم نحيش في عصر الفضائح ليس فقط عصر المعلومة المشاعر عصر الفضائح الويكيليكس تنشر كل فضائحهم هم يفضحون أنفسهم بأنفسهم كما صنع مع عباس ومحمد دحلان يتعاملون معهم ثم بعد هذا يفضحونهم بالوثائق كل من يتعاملوا معه يفضحون فلابد أن نأخذ هذه الفضائح التي تأتي من قبلهم وننشرها للجميع إذن لابد من رصد كل ما يحدث حتى تكون هناك عملية مساءلة قانونية للأسف انتهى الوقت يا دكتور أشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الختام أن قلوا لكم تحيات فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا